السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في قناة مساء الأخبار معكم مازل المصري تحياتي لكل المتابعين يارب دايما تكونوا بخير فلك يمني بيكشف العلاقة بين ظهور المزنب الأخضر والزلزال تركية قبل وقوعه بخمسة أيام ويتحدث عن حدوث زلازل على اليمن هنفهم يعني إيه الكلام ده ومن شوية نزل نبع عن المزنب الأخضر وهنفهم كل التفاصيل دي ولكن في البداية بنطلب من كل من يشاهد هذا الفيديو فضلا وليس أمرا لخطورة الموضوع الضغط على زر اللايك أو الإعجاب حتى يصل أكبر عدد من الناس وده تأديرا كمان للمجهودات اللي بنقوم بيها ان شاء الله عشان نواصل مع حضراتكم أول بأول طيب هنفهم مع بعض هذا الموضوع ولكن هنشوف خريطة الزلزالية لأن فيه زلزال آخر بتاريخ النهاردة يوم 10 فبراير في تركيا حصل منذ قليل وهنشوف كل التفاصيل دي مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده بنحب نجيب كل حاجة بالمصدر ادي كنوات العربية بتقول المرصد آآ الأورو آآ متوسطي بتسجيل ثلاث هزات ارتدادية في تركيا اليوم إحداها بقوة خمس درجات نرجع ونشوف الخريطة زي ما بقول لحضراتكم من الممكن أن تحدث في المنطقة المحيطة النهاردة بعد هذه الزلازل الجديدة في آآ تركيا كل الزلازل والهزات الأرضية اللي حضراتكم شايفينها بتاريخ النهاردة عشرة آآ فبراير عشرين تلاتة وعشرين عشرين تلاتة وعشرين بدأ معانا بداية كده والعياذ بالله ولكن الحمد لله على كل شيء كل الهزات الأرضية اللي حضراتكم شايفينها دي في الوقت الحالي ولكن فيهم هزة أرضية منذ قليل خمسة عالم قياس رختر في تركيا منذ قليل لكن مفيش أي أنباء عن وقوع خساهر أو أي موضوع وكل اللي حضراتكم شايفينه ده النهاردة وقبل تسجيل هذا الفيديو آآ بعشر دقائق فقط وإحنا بنحاول دائما نجيب لكم كل الأشياء وكل الموضوعات ودي هزة كمان تلاتة على مكياس رختر ودي كمان واحدة على مكياس ثلاثة رختر من الممكن أن تشهد الجزائر أو سوريا أيضا هزات أرضية والعياذ بالله الناس هتقول لي فالله ولا فالك أنت بتفاول يا جماعنا مش بفاول أنا بقول من الممكن والعلم عند الله لكن الهزات بتاع التركيا مش مبطلة لحد دلوقتي وهم مش عارفين يعملوا إيه ولا إيه والمشاهد صعبة وطبعا زي ما قلت قبل كده في كل فيديوهاتي إن شاء الله إن شاء الله لا يحدث إلا الخير لكل البلاد والعباد مش بنذكر بس تركيا لأن أنا شايف في الوقت الماضي أن ناس كتير ذكرت تركيا أكتر من سوريا ولكن في تحركات الحمد لله من الدول أجمع عن يعني مناطق كبيرة وكثيرة في سوريا والحمد لله العالم كله تحرك ولكن المشاهد أو المشاهد هناك والعياذ بالله كارثي في سوريا أكثر من تركيا وبعض المهندسين المعمريين اللي عاملين هذه المباني في تركيا حاولوا يهربوا النهاردة منذ قليل ولكن مسكوهم وهيتم محاكمتهم على هذه المباني زي ما قلت لحضراتكم قبل كده أثناء الأزمة قلت لكم في مباني اتباعت على أنها مضادة للزلازل ودي أول مباني ساقطت ده مش كلامي ده موجود على كل المواقع وارجعوا شوفوا المصادر لو أنا بقول حاجة مش حقيقية ارجعوا برضو شوفوها ولكن بنحاول دايما نسعى لكل المتابعين إن شاء الله وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا بتاريخ النهاردة يوم الجمعة زي ما حضراتكم شايفين الساعة يعني سبعة إلا عشرة أو إلا خمسة من حوالي ساعة ونص من توقيت هذا الفيديو في موضوع خطير جدا عن المزنب الأخدر ودي فرصة مكتوب فرصة يعني ده مش قديم ده جديدة جماعة فرصة قبل مغادرة نظامنا الشمسي ظهور مزنب أخدر بالكرب من نجم أحمر زيارات غريبة يعني ناس كتير أما تكلمت عن الحدث الفلك الخطير المهم المزنب الأخدر والناس كتير قالت لي أنتوا بتقولوا أي كلام وده كل كلام فاضي ولكن أدينا بنجيب لحضراتكم مش أنا بس اللي تكلمت في الموضوع لكن إحنا كنا سبقين عملت الموضوع في شهر يناير وحصل بالفعل في شهر فبراير ده يعني كراءة مش أكثر ولا أقل ولكن المزنب الأخدر أظن والله أعلى وأعلم أنه كان بيبعث لنا إشارات عن حدوث كوارث والعياذ بالله الحيوانات كلها كمان كانت دوران الحيوانات وكل الحيوانات قبل هذا الزلزال كانت في مشاهد بتوصقها كل الكاميرات أن الحيوانات كانت بتنبه من هذه الإنذارات أو من هذه الزلازل قبلها بأيام وبساعات يستعد الرصدون للسماء في الوطن العربي لأفضل فرصة لرصد المزنب الأخدر ولما تكلمت عن المزنب الأخدر في يوم 22-23 الناس قالت لي قلت لهم ادعوا لأن الفترة اللي جاء ممكن تكون صعبة وهذه فرصة يا جماعة كلنا بالدعاء لكل إخوتنا بالرحمة اللي ماتوا أنا مش بقول لحضرتك اعمل أي حاجة غير أن أنت تقول كلام ربنا سبحان الله وتعالى يعني مش هتقول كلام أنا بملهولك قول اللي أنت عايزه صلي بينك وبين ربنا لأن الفترة اللي جاء محدش عارف رايح على فين لكن نتفائل بالخير حتى نجده بإذن الله ولا يحدث إلا الخير لكل البلاد والعباد وأدي فرصتنا مع المزنب الأخدر قبل مرور الناس هتقولي ده كلام فاضي يا جماعة انت مش هتخسر حاجة أنا بقولك استخدم دعاء ربنا عز وجل حيث سيكون العصور عليه سهلا بالكرب يعني غدا السبت بعد حوالي ساعة من غروب الشمس يكون العصور عليه سهلا بالكرب من كوكب المريخ وفقا للمجموعة الفلكية بجدة فإن كوكب المريخ يبلغ يعني لمعانه هذه الدرجات 0.2 سالب ولحد 0.4 بالموجب وهو مشاهد ده طبعا للناس اللي معها تليسكوب بسهولة بالعين المجردة باللون البرتقالي ما يعني انه سيقدم نقطة مرجعية لتحديد موقع المزنب الاخدر اللي احنا اتكلمنا عليه زد تي اف اي تلاتة وعشرين او في عشرين تلاتة وعشرين ولكن هو بيسمى اي تلاتة في عشرين اتنين وعشرين القادم من اقصى الحدود الخارجية لنظامنا الشمسي المزنب زد تي اف ده بيقولي بقى خفت لماعانه كثيرا بالمقارنة بالفترة الماضية لحظوا معايا الكلام خفت لمعانه كثيرا اللي مقارنة بالفترة الماضية يعني كان في بداية شهر يناير في الايام الاولى كان لامع وساطع واصبح الان بمقياس ستة فاصل تلاتة بلس موجب يعني نظرا لابتعاده عن الارض بسرعة وسيظهر قرب الكوكب الاحمر حتى 14 فبراير الجاري وبعد ذلك سيبدأ في الاقتراب من كوكبة الجوزاء الجبار طبعا مناش دعوة بال يعني انا ما بتكلمش دائما عن الابراج ولكن زي ما بقول لحضراتكم ظهور هذا المزنب في الفترة الحالية تزامنا مع دوران الحيوانات تزامنا مع النيزك بتاع السعودية بتاع من كم ساعة مع الزلزال الكارسي مش هتكلم عن سوريا وتركيا بس الدول كلها لبنان كلها كانت خايفة ومزعورة والعياذ بالله الارضن مصر فلسطين كل هذه الدول من الممكن ان نشوف الساعات القليلة القادمة في الجزائر في المغرب في تونس وليبيا والعياذ بالله والخطر كله على اسيا في الفترة اللي جاية الهند باكستان افغانستان وامريكا الجنوبية تشيلي والمملكة المتحدة وايضا الولايات المتحدة لن يحتاج الراسل لتجهيزات خاصة لرؤية المزنب فكل ما عليه هو توجيه المنظر نحو المريخ في الافق الشمالي طبعا ده للناس اللي بتعرف تحدد في نفس مجال الرؤية بكل سهولة حيث سيبدو يعني فيه لطخة دبابية كده هيبقى شابه كده من خلال التليسكوب وخمسة بصات من السهل تمييز نواة المزنب يعني للمزنب الاخض اللون الاخضر للمزنب بسبب ان نواته تطلق الكربون سنائي الزر وهو مادة غازية شائعة فيه يعني هذا النوع من المزنبات والذي يضيء فيه الفضاء القريب تحت تأثير اشعة الشمس هنا يجب التوضيح بان صور المزنب عبر الانترنت تم التقاطه باستخدام وعدات تصوير فلكية وعادة ما تكون نتيجة لفترة تعريض طويلة وتجديس طبعا عشان محدش يقول انتو بتقولوا اي كلام لا فيه ناس كتير بتقعد مجهزة للموضوع ده علشان كده بتقدر تشوفه بكل سهولة وتعدى هذه فرصة لرؤية هذا المزنب قبل ان يغادر نظامنا الشمسي الى الابد وايضا بطلب من كل الناس الدعاء بشكر كل الناس اللي سألت علي في الفترة اللي فاتت لاني كنت مريض والحمد لله العملية نجحت على خير والحمد لله بفضل الله ثم بفضل دعاء حضراتكم قالي بقى الفلكي اليمني بيكشف العلاقة بين ظهور المزنب الاخضر وزلزال تركيا قبل وقوعه بخمسة ايام ويتحدث عن حدوث زلزال عن اليمن دي اخبار محلية وفقا لهذا الموقع اسمه بريسبي بيقول الميدان اليمني شاهد فلك يمني يكشف العلاقة بين ظهور المزنب وزلزال تركيا قبل وقوعه عن حدوث زلزال على اليمن ومشاهد تفصيلية وكشف اليمني اسمه احمد الجويبي عن العلاقة بين ظهور المزنب الاخضر وبين كارثة ستحصل مقترنة به وفيه منشور قالوا يعني اطلع عليه الميدان اليمني بيقول جاء فيه الخامس سيبدأ من الاحد القادم وعلى المزارعين اغز الحيطة والحذر بالنسبة لما يشاع من حدوث زلزال على اليمن فهذا غير صحيح فلك يمني وده هو اللي قاله بالتفصيل وكانت هذه التفاصيل اللي جاءت في هذا الموضوع وناس كتير اتكلمت ولكن انا ربطت لحضراتكم هذا المزنب الاخضر في الوقت السابق وارجعوا للفيديو موجود على نفس القناة علينا بالدعاء في الفترة القادمة البقاء لله لكل الناس اللي ماتت والشهداء في اليمن وفي كل الدول العربية ده من ناحية الشهداء اللي ماتوا دفاعا عن بلدهم اما بحدوث الزلازل فسوريا والعراق وكل من تأزة وتركيا وكل الدول اللي تأزت اذا كان بسبب هدم البيوت او المشاهد الكارثية او لحظات الرعب اللي عاشوها لان احنا مجرد انباء بننقلها اما الناس اللي شافت الهلع والموت بعنيها فلا اطلب الا الدعاء لكل الناس او من كل الناس لهؤلاء الاشخاص الذين شافوا لحظات من الرعب وربنا ان شاء الله رحيم على عباده شكرا لكم كان معكم اخوكم مازن المصري ما تنسوش فضلا وليس امرا الدعاء اولا ثم اضغط على زر الاعجاب او اللايك حتى يصل لأكبر عدد من الناس والدعاء واجب للجميع في التعليقات او حتى بينك وبين نفسك ودعمنا بالاعجاب بالفيديو حتى يصل لكل الناس ويشاركوا في دعائنا باذن الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته